محاكمة رئيس السابق البشير التي صدر الحكم فيها اليوم بحرسه لمدة عامين عقب إدانة في مواد تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي تعد سابقة سياسية وقضائية تاريخية لجهة أنه أول رئيس السوداني يخضع للمحاكمة النقه بالحكم ضد الرئيس السابق عمر البشير وحبسه لمدة عامين عقب إدانته في جرائم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام تعد سابقة سياسية وقضائية وحادثة تاريخية لجهة أنه أول رئيس سوداني يخضع لمحاكمة علنية ما كان لها أن تحدث لولا ثورة ديسمبر ومجيء حكومة التغيير حيث ظل الرئيس السابق منذ الحادي عشر من أبريل الماضي قيد الحبس بسجن كوبر في الخرطوم بحري حتى صدور الحكم اليوم ومن المؤكد أنه ستترتب على هذا الحكم ردود أفعال مختلفة ما بين مؤيد ومعارض في الشارع السوداني وعقب الإعلان بالحكم توالت ردود الأفعال لدى بعض الحضور أثناء الجلسة وتعالت الهتافات ضد المحكمة التي اتهم فيها بعض أنصار البشير المحكمة بتسيس حيثيات المحضر عقب استشهاد القاضي في بينات الحكم بسوابق مشابهة في إشارة واضحة إلى أن القضية سيكون لها ما بعدها خاصة أن الرئيس السابق لا يزال يواجه العديد من الاتهامات في قضايا أخرى أبرزها وانقلاب العام 1989 بجانب البلاغات المتعلقة بقتل المتظاهرين فضلا عن تعقيدات الاتهامات الموجهة إليه من قبل المحكمة الجنائية الأحكام التي ستصدرها المحاكم السودانية في مواجهة الرئيس السابق البشير ستعطي مؤشرا بحسب المختصين إلى مستقبل العدالة في السودان ومدى استقلاليتها حيث ظلت العدالة مثار اتهام لدى كثيرين خلال حقبة حكم الإنقاذ الأمر الذي دفع بالثوار للمطالبة بالعدالة كأحد أهم شعارات الثورة السودانية طيبة لحياة طيبة